السلامة الله وبركاته الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق وتعاقد مع مدافع جديد صراف الأهلي على منصب النائب زي ما قلنا لكم أن الأهلي بيتعاقد مع مدافع جديد بديل محمود متولي تقارير صحفية قالت أن مارسل كولر قد وضع عدد من الخيارات ليتم التعاقد مع واحد منهم ليكون بديل محمود متولي في صفوف القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد ولكن يبقى الاسم الأكثر حظر للانتقال لصفوف الأهلي هو لعب الفريق السابق أحمد رمضان بيكهم الذي يقدم مستويات مميزة رفقة نادي سراميكا كاليوباترا في الوقت الحالي هو ده الأمر في النادي الأهلي هاشي لواحد ويدوره على واحدتين نروح للصراع القائم في النادي الأهلي على منصب النائب السراع ده كان من فترة كمان أيام ما العمري فاروق الله يرحمه كان موجود كان فيه سراع قبل ما تولى هو النائب فقالوا يا جماعة علشان هو ده وزير كان قبل كده وزير سابق وعلشان سنه كمان هو يبقى النائب والسبب في السراع ده هو خالد مرتجي بس ما فيش حد بيطلع أخبار السراع دي برا النادي فدلوقتي تجدد السراع برحيل العمري فاروق ربنا يرحمه رحل العمري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة بالنادي الأهلي عن عمره يناهي 53 عاما بعد السراع مع المرض استمر لأسابيع يمكث به في أحد المستشفيات بالعناية المركزة بعيدا عن عمليات التي خضع لها في محاولة من الأطباء للحفاظ على حياته وتولى العمري فاروق العديد من المناصب على رأسها وزيرا للشباب ورياضة عام 2012 بعيدا عن نجاحه في منصب عضو بمجلس إدارة النادي الأهلي للعديد من السنوات وأخيرا توليه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بالقلعة الحمراء والتي حز عليها دون منافسة في انتخابات النادي الأهلي الأخيرة ذهب العمري فاروق ولكن بدأ استراع بين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على من يرشح نفسه لتولي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة خلفا له وهو المنصب الذي كان يسعى له خالد مرتجي قبل انتخابات النادي الأخيرة قبل أن يتم الاستقرار عن العمري فاروق للترشح لمنصب النائب وترشح خالد مرتجي على منصب أمين خالد مرتجي ده بتاع النكسة فلما ذهب العمري فاروق ولكن بدأ استراع بين أعضاء مجلس الإدارة النادي عن من يرشح لتولي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة خلفا له وهو المنصب الذي كان يسعى له خالد مرتجي قبل الترشح لمنصب النائب وترشح خالد مرتجي على منصب أمين السندوق وهو ما قررته لجنة الحكماء برئاسة تيسير الهواري قبل وفاته قبل قرار محمود الخطيب أيضا من أجل الإبقاء على السناء في قائمته والتي فازت جميعها بالاجتساح وبدأ الخلاف على منصب نائب الرئيس منذ دخول العمر فاروق في المستشفى يعني من أول من راجل وقع من طوله وهم بيت نفسه وعمل ومشاكل وصرعات داخل النادي الآلي مين اللي هيمسك المنصب ده يعني الراجل كان لسه مفيش أي خطورة مجرد أنه هو وقع من طوله كله بيتكالب على المنصب حزبنا الله ونمنه للدرجة دي وبدأ الخلاف على المنصب منذ دخول العمر فاروق المستشفى وتأكيد جميع الأطباء على خطورة حالته هو أن الطب يعجز في هذه الحالات في علاجها ليكون الصراع على أشده بين أعضاء مجلس الإدارة على المنصب خصوصا بين السنائي خالد مرتاجي أمين السندوق ودكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة بالأهلي والذين نشبت بينهم العديد من المشدات الكلامية بهذا الشأن أثناء عقد مجلس الإدارة اجتماعاتها قبل أن ينهي الخطيب هذه الأزمة مؤكدا أنه لم يحن الوقت للحديث في هذا الملف ولجأ خالد مرتاجي للجنة الحكماء والتي لها دور كبير في اتخاذ القرارات المهمة بالنادي الأهلي والذي يترأسها حاليا حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق ده لجنة الحكماء اللي لجأوا لها لم عينه إمام عشور وكان حسن حمدي رافض تماما لكن مين اللي الكلامه مشي؟ الخطيب يعني لجنة حكماء ملهاش لزمة ليتحدث معهم مرتاجي من أجل ترشحه في الانتخابات التكملية على هذا المنصب بعد وعده بالانتخابات المقبلة منح هذا المنصب ليتولاه العامري فاروق في الانتخابات الأخيرة هما كانوا مدينوا يعني أن بعد العامري فاروق أنت لا تترشح لأنه كان عامل مشاكل برضو قبل العامري فاروق قبل أن يطالب محمد شوقي من الخطيب الترشح لهذا المنصب مؤكدا أنه يمتلك الخبرة في تولي منصب النائب وأنه الجدير به خلال الفترة المقبلة ولكن الخطيب رفض منحه أي قرار مطالبا منه الانتظار حتى اجتماع مجلس الإدارة لاتخاذ القرار يعني الموضوع لغاية دلوقتي ما تحسن مش لكن المشاكل شغالة وسوف يتطرق النادي لشعل منصب نائب الرئيس في الفترة المقبلة بما ينص عليه القانون وسيعود النادي الأهلي لاستكمال مجلس الإدارة ووجود نائب رئيس جديد إلى اللوائح حيث تنص على خوض انتخابات على هذا المنصب فقط ماذا تنص اللوائح؟ من المنتظر أن يقوم النادي الأهلي بالدعوة الانتخابية الجديدة على منصب نائب الرئيس فقط على أن يشغل هذا المنصب أحد الأعضاء الحاليين لحين انتخاب شخص جديد وطنص لأحا على أنه في حالة رغبط أي عضو من مجلس الإدارة الترشح لهذا المنصب أن يقدم استقاله من منصبه الحالي قبل موعد الانتخابات على أن يفتح الأهلي الانتخابات على الشياجر أيضا في الانتخابات التكملية وفي حالة رغبط أكثر من عضو الترشح لمنصب النائب يتم فتح الترشح على جميع الأماكن الشياجرة في نفس الانتخابات ده بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمنصب نائب الرئيس والعمري فاروق الله يرحمه الكل بيتكالب على المنصب طبعا الكل حاطوا تعينه على الكرسي من أيام ما كان العمري فاروق في الأول كان خالد مرتاجي المشاكل بسبب خالد مرتاجي بعد كده لما تعين العمري فاروق لأنه هو طبعا حق أو أولى لأنه أكبر منه قيمة وقامة الكل عارف مين هو العمري فاروق ومين هو خالد مرتاجي فدوله وعد إنه هو ولا هيبقى بعده فدلوقت الخطيب مش عارفه يعمل إيه هينفذ وعده ولا هيسابهم بقى يأكلوا بعضه في الانتخابات فالأرجح إن الانتخابات هي اللي هتفصل بينهم هنروح لمفاجأة وقرار جريء لحسام حسن ويدرس استبعاد هذا النجم من المنتخب يسعى حسام حسن المدير الفن الجديد لمنتخب مصر لبناء جيل جديد للقرات المصرية ويخطط لضم لعبين جاهزين ومشاركين بالصفة المستمرة مع أنديتهم وفدت تقارير أن حسام حسن يدرس استبعاد محمد النني لعب وسط أرسنل من قائمة الفراعنة والله أحسن حاجة عملتها لأن أصلا النني هو دكة في نادي أرسنل يعني ما بيضفش أي حاجة مع المنتخب فأحسن حاجة أنه هو يشيل النني ده لأنه ملوش لازمة طبعا وشوفه حديره يعني ذلك بسبب قلة مشاركة النني مع أرسنل فيها دور الإنجليزية حيث يشارك كبديل فقط في فترات قليلة من المباريات فعلا هو محمد النني بقى دكة مع نادي أرسنل فبالتوفيق للمنتخب طبعا وبالتوفيق لنادي الزمالك النهاردة بإذن الله مع أبو سليم الليبي ونتمنى له الفوز وتحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم وتحية كبيرة لجمهور نادي الزمالك المحترم